اشتركوا في القناة على المستوى المحلي لكن على المستوى الاوروبي في حد سوى لاحرك خصوصا في اقوى بطولة في العالم دوري ابطال اوروبا اللي حقق الفريق فيها اللقب اربع مرات السوبر الاوروبي تلات مرات وزيهم في كاس العالم للاندية كلامنا هنا عن واحد من افضل لعبي كرة القدم في التاريخ واللي بيعتبره ناس كتير بالمناسبة هو الافضل في التاريخ لين الميسي ايقونة كرة القدم في الالفية الجديدة اللي انتهت قصة غرامه معنادي برشلونة الاسباني بعد 17 سنة من الامتاع والاقناع والارقام القياسية لكن نهاية المصرحية كانت بشكل غير متوقع تماما تفاصيل رحيل ميسي عن برشلونة هل الادارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا ولا الادارة الاديمة بقيادة بارتميو ولا رابطة الدوري الاسباني ورئيسها تيباس ولا ميسي نفسه كانوا سبب في النهاية دي وايه العوائد السلبية على برشلونة والليجي الاسبانية بلوا اسبانيا بشكل عام ليه ميسي ما كانش مجرد لعب كرة قدم محترف بالنسبة لبرشلونة ايه قانون اللعب المالي نظيف اللي كان سبب في رحيل واحد من افضل اللاعبين في التاريخ بالمجان وازاي هيقدر يلعب في صفوف باريس سن جيرمان من غير ما يتعرض باريس سن جيرمان لاي صدمات اقتصادية ومالية مع الدوري الفرنسي ايه ابرز ردود الافعال بعد صدمة رحيل ميسي عن برشلونة كل ده هنعرفه اكتر في حلقة النهاردة هنقدمها لكم بشكل مختلف عن اللي تعودتوا عليه معنا في تنس بورت لكن بما ان الحدث استثنائي واللعب كمان استثنائي فحلقتنا هتكون استثنائي لا شيء يبقى على حاله كل من يأتي حتما سيرحل ولكن العبرة في تكاليف الرحيل ليست كل المصائب مبكية ولكن لبعضها مرثيات وعويل ميسي خارج برشلونة فحتى وان ازالوا سوره ستبقى نحوه قلوب العاشقين تميل ربما لا يزال بعض الكتالونيين خصوصا والميسيين عموما يظنون انفسهم في حلم ثقيل سيستيقظون منه ليجدوا ان نبأ رحيل اميرهم ليونال ماسي عن برشلونة كان مجرد وهم غير ان هذه اللقطات التي يغادر فيها البرغوث مدينة برشلونة كافية لاقناع هؤلاء بان ما جرى هو واقع وحقيقة ورغم قسوتها سيكون على الجميع التجهز لرؤية ساحل الارجنتيني وهو يصطع في عاصمة النور باريس التي وبحسب والده ومدير اعماله خرخي ميسي سيسكنها لعامين فبحسب خرخي فان قائد نادي برشلونة السابق سيوقع على عقود انتقاله الى صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمن خلال الساعات القليلة المقبلة توقيع سيكون على الاغلب في حديقة الامراء التي تتجهز لاستقبال حامل اختام كرة القدم وسط انباء عن تجهيز النادي الباريسي فعالية كبرى ببورج ايفل احتفاء بصفقة القرن اجواء الفرحة التي يعيشها الباريسيون يقابلها حضن لدى احباء ميسي وحتى خصومه اذ قرر نادي ريال مدريد الاسباني مقاضة رابطة دوري الاسباني ورئيسها خفيار تابس بعد ساعات من رحيل الارجنتيني ليونال ميسي عن برشلونة وارجع النادي الملكية قراره الى رفضه اتفاقية وقعتها الرابطة مع صندوق مالي امريكي تتضمن عقود رعاية كانت سببا في عدم قدرة برشلونة على تجديد تعاقد مع ميسي بسبب سقف الاجور التي تفردها تلك الاتفاقية التي اخرجت الساحرة من بيته على غير رضا الحبيب والغريب المشهد الاول من رحيل الاسطورة ميسي عن برشلونة ما بدأش من الايام دي بس لكن بدأ من 2017 خليني اكلمكم عن رحيل ميسي لما بارس نجرمان وجه صفحة قوية جدا لبرشلونة وخد نمار في صفقة هي الاغلى في تاريخ الكورة لحد النهاردة وده بعد ما دفع بارس نجرمان الشرط الجزائي في عد نمار اللي بيوصل لـ 222 مليون دولار وهنا بدأ انفصال المثلث الشهير بتاع امس ان اللي كان بيمثله ميسي سواريز ونمار لكن المشكلة ما كانتش في رحيل نجم بحجم نمار المشكلة كانت في ادارة برشلونة للاموال دي بعد رحيل نمار رئيس النادي بارتميو صرف من 2017 ل2020 اكتر من مليار يورو على صفقات بيعتبرها كل جماهير برشلونة انها فشلة الصفقات دي كانت اغلاها من اكتر من 145 يورو اتدفعت في عثمان دامبلي واقلهم بحاجة بسيطة اتدفعت في البرازيل كوتينيو لليفر بول انجليزي لنا ان نتخيل ان قيمة كوتينيو الحالية نزلت ل20 مليون يورو وكمان مفيش اندية فكرت ان هي تتعقد معاه ده غير ان اكتر من 120 مليون يورو اتدفعت في جريزمان اللي كان عكس رغبة ميسي تماما ده غير ان الراتب الضخم جدا للفرنسي اللي بيعدي ل20 مليون يورو في الموسم الواحد كل صفقات الضخمة دي بقى قدت انه حصل تراكم للديون على برشلونة وكل ده محدش قدر يعوض القيمة الفنية والتسوقية لنمار طيب السؤال اللي بيفرد نفسه دلوقتي ازاي رئيس النادي بارتوميو كان بيصرف ببازخ شديد جدا الاجابة ببساطة ان ميسي كان بيدر لبرشلونة ارباح ضخمة جدا من وقت تقلقه مع الفريق تحديدا في 2006 اللي بعدها وصلت قيمة النادي التسوقية لاكتر من مليار يورو كاغنى الاندية في اوروبا من حيث قيمة تسوقية طبعا ده غير ان قلعة الكامبنو اتحولت مع ميسي لمزار عالمي ده غير انه معظم مباريات برشلونة مع ميسي كانت بتشهد حضور جماهيري لأكتر من 80 الف متفرج في المطش الواحد وده رقم كبير جدا ده غير حقوق الرعاية والشرطات ميسي ومصادر دخله كتير قوي ميسي ما كانش لعب بيلعب حلو بس ميسي كان منجم دهب لبرشلونة ميسي في برشلونة ضمن توفير احتياجها لتمويل صفقاته علشان كده ميسي ما كانش مجرب لاعب كرة قدم زي ما قولنا وبشكل اوضح تعالوا نشوف تأثيرات رحيل ميسي عن برشلونة ونرجع نكمل كلامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتبر منجم دهب لبرشلونة ازاي ادارة الفريق ما ادرتش تحافظ على واحد بقيمة ميسي مهما كان التمن سؤال لي اجابات كتير في الحقيقة ما ينفعش ان احنا نختزلها في اللي تم الاعلان عنه في الخطاب الرسمي عن بعض المشاكل الاقتصادية والهيكلية في اشارة لقانون اللعب المالي النظيف المشكلة زي ما قولنا بدأت بتراكم ديون النادي مع الادارة السابقة مع بارتميو اللي وصلت لاكتر من 800 مليون دولار 800 مليون دولار بسبب الرواتب الضخمة اللي بيتم دفعها لللاعبين واللي منهم ما كانش بيشارك اصلا بصفة اساسية مع الفريق مشاكل ادارية كانت سبب في ان ميسي يعلن السنة اللي فاتت رغبته في الرحيل عن برشلونة وانه عايز يجرب تحدي جديد في مسرته الرياضية لكن بعد سجالات كتير ونقاشات كتير استقال بارتميو وقرر ميسي استكمال مسرته مع برشلونة وخصوصا بعد ما نجح وان لابورتا في الانتخابات ووعد بانه هيقدر يحافظ على ميسي وده كان سبب اساسي في فوزه في الانتخابات اصلا لكن ادارة اخوان لابورتا فشلت في اهم اختبار ليها وقالت ان فشلها ده واللي هو فشلها في تمديد تعاقدها مع ميسي قالت ان فشلها ده بسبب الادارة القديمة وربطة اللي جاء الاسبانية اللي صممت على عدم استثناء ميسي من القانون الخاص برواتب اللاعبين طب ايه هو القانون ده وازاي كان واحد من اسباب ابتعاد ميسي عن برشلونة باختصار رابطة اللي جاء الاسبانية خدت لنفسها قانون جديد بعيد عن قانون اللاعب المالي النظيف الخاص بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاتحاد الاوروبي في كرة القدم بيعتمد في قانونه على ارباح الاندية في اخر خمس سنين لكن اللي جاء الاسبانية قانون بتاعها الجديد بيفرد شروط صارمة جدا على الاندية خلال موسم واحد بس وحددت اللي جاء سقف لرواتب اللاعبين اللي ألزم برشلونة انه يلتزم برقم 384 مليون يورو بس لللاعبين وده الرقم اللي كان بيفوق أو بيعدي رواتب اللاعبين برشلونة بقيمة 115% حتى بعد تخفيض ميسي لرتبو ميسي خفض رتبو للنص وفضلت النسبة زي ما هي طبعا ده السبب كان فيه الارقام الفلكية اللي كانت بتدفع لللاعبين من 2017 زي ما قلنا واللي زود الموضوع صعوبة ان ادارة لابورتا اتعقدت مع ثلاث لعبين في بداية الميركاتو وهم أجويرو وإيريك جراسيا ومينفس دي باي ورغم ان كلها تعقدات مجانية يعني لكن بتدخل ضمن قيمة اللاعبين اللي هي اصلا مرتفعة طيب كل دي اسباب قدت في النهاية للتفريط في ميسي ونشرت حالة من الحزن وخليني استخدم تعبير القهر عند جماهير برشلونة وكل جماهير كرة القدم في الاوساط الرياضية تعالوا نروح نشوف حالة الحزن اللي أصابت جماهير كرة القدم ونشوف رأي الجماهير المصرية في الشارع المصري عن رحيل ميسي أنا مش متوقع دي يوكسهم بالله أنا كان بيعاية لما كان في اسمه معاه لما تلاقي معاه بالتنامج كان بيعاية وفتاحنا زعلان عليه وكتاب الله يعني ميسي ما كانش في حد يتوقع ان هو يسيب برشلونة يعني مستحيل كتمن رابع المستحيلات يعني ان ميسي يسيب برشلونة يعني اللي ضربة مدوية لبرشلونة يعني عبلي كده كريستيانو دلوقتي ميسي احنا هتفرج ازا عدار الاسبانة اصلا طبعا خسارة كبيرة للكرة كلها خسارة كبيرة فهلا طبعا هيأثر جامد جدا في ديكتيج برشلونة وطبعا ده لعب يعني متأسس في النادي ودن النادي فأكيد دي صدمة لجماهير برشلونة حتى اللي ما بش أتجاهش برشلونة برضو دي صدمة بالنسبة للكرة في أوروبا بس هو إنجازه في برشلونة هيطعه هيكمل هيدة إنجاز جديد هي مغادرة صعبة طبعا إن هو يسيب فرقة هو ما تربي فيها من صغره فهي حاجة تحزم الكصة اللي هو قالها إن هو حقيق وميسي ما كانش يعني كان قرر إن هو يجدد عاده وده يعني رحيله كان بسبب قزمة كورونا وفي قزمة السافر رواتب بتاعت النادي لكن هو كان عاز يمشي وشايف إن هو يعني هو كان يبقى أحسن لو فضل في البرشلونة طبعا أكيد طبعا 2007 أنا بتابع 2007 أنا بتابع ميسي وبشوفه بيلعب خورة وكذا طبعا غير موافق لأن ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة كانت خياراته محدودة للانتقال لواحد من الأندية العالمية اللي تقدر تدفع ردبه الكبير ده كان من الطبيعي إن هو يروح لواحد من النديين يا إما منشستر سيتي واللعب مع ملهمه المدرب بيب جورديولا أو اللعب مع صديقه نمار والاندمام لكتيبة بارسن جرمان اللي قدرت بالفعل إن هي تضم ميسي مجانا لكن الأموال اللي وفرها بارسن جرمان في دفع قيمة انتقال ميسي هيدفعها نادي العاصمة البريطانية كراتب ضخم جدا لأفضل لعب في العالم وتضم ميسي لقائمة من النجوم اللي بياخدوا رواتب عملاقة قائمة لو بصنا عليها هتلاقيها بتضم في المركز العاشر حارس منشستر يونايتد دافيد ديخيا اللي بيتقادة 27 مليون يورو في الموسم الواحد رغم أداءه المتزفزب مع كتيبة الشياطين الحمر لكنه بيعتبر واحد من أغلى رواتب اللاعبين في الدوري في فرنسي في المركز التاسع بيجي صاحب جيزة داباست السنازي المهاجم روبرت ليفاندو بيسكي مهاجم باير مينخ بـ 28 مليون يورو في الموسم الواحد وده رقم بسيط في مكينة الأهداف البولندية لكن الغريب أن لعب زي الويلزي جاريث بيل بيتقادة أكتر من ليفاندو بيسكي وبالتحديد بيتقادة 29 مليون يورو مع ريال مدريد أما في المركز السابع بيجي واحد من المتسببين في رحيل ميستي عن برشلونة بسبب ردب الضخ وهو النجم الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب برشلونة بـ 33 مليون يورو في الموسم الواحد فرنسي تاني موجود في قيمة أغلى رواتب اللاعبين في العالم وكلم هنا عن نجم منشستر يونيتد صاحب المركز السادس بـ 34 مليون يورو القيمة مش كلها لعبين أوروبيين أو لاتينيين لكن نجمنا مصري محمد صلاح هو الأفريقي الوحيد اللي في القيمة واللي بيجي في المركز الخامس بـ 37 مليون يورو في الموسم الواحد بتقلقه الكبير مع نادي لابر بول الإنجليزي أما نادي العاصمة الفرنسية اللي نجح في خطف ميستي فهيكون كده بيمتلك في صفوفه أغلى اللاعبين أجرا في العالم لأن النجم كريانين فابيبيا تقادة 42 مليون يورو في الموسم الواحد رغم رفضه تجديد عقده لكن صديق ميستي النجم ببرازيلي نمار بيصل دخله في نادي العاصمة الفرنسية لحوالي 96 مليون يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده مع الفريق لخمس مواسم جديدة وأخيرا الأسطورة ببرتغالية كريستيانو رونالدو فرتبه من يوفنتوس بيتخطى كل السابقين بـ 117 مليون يورو في الموسم الواحد عن عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس لكن السؤال بنوجهه لمتابعين كرة القدم وبالتحديد جماهير برشلونة أو بتوجهه متابعين كرة القدم وبالتحديد جماهير برشلونة هل هتفضل تشجع برشلونة بالرغم من رحيل ميستي ولا انتمائك هيتحول لباريس سنجرمان أو أي نادي ميستي هيلعب فيه تعالوا نشوف رأي جمهور مصري جاوب إزاي على سؤال ده ونرجع لحضراتكم شجع باريس لعب باريس طبعا عشان ميستي أنا بحب ميستي يعني لا أكيد الواحد بيشجع فرق مش قصة لعبه كده بيشجع الفرق لا سواء اللعب ده موجود أو مش موجود لا هو الانتماء واحد أنا من نسبة لي أنا رجل أهلاوي ميشي ما ميشي أنا رجل أهلاوي بالنسبة برضو أنا بشجع برشلونة أما بمشجعش ميسي أعتقد أنت شجع برشلونة برضو وأنا عن نفس ما بشجعش برشلونة بشجع ريال بس يعني فيه المنتمي قوي هو اللي يشجع برشلونة لكن اللي بيروح مع الأبطال وكده زي مثلا لما كريسانو راح الفيناز سابت ريال مديد راح يتشجع يوفينتوس فأعتقد أني يعني يبقى في ناس هتشجع برشلونة هنتفرك هنتابعه هنتابع زي ما تابعنا رونالدو مع يوفينتوس برضو هنتابع نا فيه ناس هتروح عشان ميسي طبعا وفيه ناس هتفضل عشان خطر برشلونة عشان يكاين نفس لا لا برشلونة عشان لأنه هو نادي كبير أول ومأخيرا برشلونة نادي كبير ونادي قديم والله فيه ناس وناس يعني فيه ناس تشجع برشلونة وفيه ناس تشجع ميسي نفسه وبعد ما غادر برشلونة طبعا هالدور الأزباني رتمه في الكاروي طبعا يبقى بطيء الرتم الكاروي نزل شوية باريس سنجيرمان بتعاقده مع ميسي مش بس تعاقد مع لعب بقيمة فنية عالية جدا لكن زي ما قلنا ميسي بيمثل منجم دهب لأي مؤسسة رياضية بينتمي لها وده عشان الفواد الضخمة اللي بيجنيها أو هيجنيها أي نادي هيلعب فيه ميسي وإحنا دلوقتي بنتكلم عن باريس سنجيرمان متوقع أن أميس ميسي أو تيشرت ميسي هيبيع لا يقل عن 15 مليون تيشرت بعد انضمامه للفريق في أول موسم وجود ميسي كمان هيدر على النادي عوائد مالية ضخمة هتوصل على الأقل لـ 50 مليون يورو سنوية ده غير أن عدد متابعي حسابات الفريق الفرنسي على السوشيل ميديا هتزيد بنسبة تصل لـ 30% وده معناه أن الفريق الفرنسي هيجني أرباح ما بين 18 لـ 25 مليون يورو سنويا باريس سنجيرمان مش بس هيكون مستفيد الوحيد من انضمام ميسي لكن الاتحاد الفرنسي والأندياء الفرنسية بشكل عام اللي هتزيد عدد متابعينها وهيتضاعف مدخلها من حقوق البث والرعاية وكمان من المتوقع أن تزيد عدد السياح في فرنسا بشكل كبير وبالتحديد في ملعب حديقة الأمراء زي ما كان بيحصل في مدينة كتالونيا وملعب الكامبنو ما نقدرش ننسى كمان أن ميسي هيساعد دولة قطر في الترويج لكاس العالم 2022 عن طريق نادي باريس سنجيرمان دلوقتي وفي اللحظة دي ميسي مش موجود في برشلونة ميسي في باريس ومش في باريس علشان زيارة عائلية أو رحلة صيف مع الأسف لكل عشاء الليو ميسي ممكن يرجع برشلونة كسائح لكن مش هيرجع تاني كلاعب كرة قدم لأنه بساطة نداهته نداها وسحارته أضواء إيفال ممكن حد يقول أن ده كان ممكن يتغضى عنه ميسي وفين الولاء وفين الانتماء وأنه ده النادي اللي تربى فيه وأنه هو واحد من أساطير النادي اللي قاعد فيه 17 سنة بس هتلاقي فيه رد تاني برضو من واحد من محبين ميسي هيقول لك طب وفين زميله اللي رفضوا أنه هم يخفضوا عقودهم لللاعب كان بيكسب النادي 3 يورو قدام كل يورو بياخده فالحكاية بما أنها مصلحة أولا فخلاص ميسي كمان من حق أنه هو يحسبها كده ولا هي حلال لبارتماي وحرام لليوم السؤال بعد الوقت هي الناس كانت بتحب برشلونة ولا الكورة ولا ميسي أعتقد أن الإجابة مش محتاجة تفكير لأن الميسيين بيشوفوا أن الكورة أصلا يعني ميسي اشتركوا في القناة